في إطار الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل سمو حفظه الله في مجلسه الأسبوعي بقصر رفاع أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعدد من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وعضاء السلك الدبلوماسي في المبنكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعدد من أفراد المجتمع وقد رحب سموه حفظه الله برواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تكريسا لنهج المجتمع وسنة الأباء والاجداد وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير منوهنا بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة